بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي في الأسابيع الماضية تناولنا موضوع النمط اللوني النمط اللوني وأخذنا مجموعة من الأهداف التعليمية حققنا بعضها في الأسابيع الماضية ومستمرين في التحقيق المتبقي منها أيضا لا بد نبدأ أن نذكر دائما في بداية كل حصة بالقوانين وهي الحرص على الذهاب إلى دورة المياق قبل بدء الحصة إحضار الكتاب والقلم وضعها بجانبك عند الحاجة لها الجلوس بشكل صحيح بما كان هادئ بجانب ولي أمرك سواء الأم أو الأب أو الأخت أهم شيء أحد كبير يساعدك عدم مغادرة الحصة قبل أن ينتهي الدرس حتى لا يفوتك طيب مستعدين الآن نبدأ تذكرون أمس أخذنا قصة أحمد وأخته ريم اللي راحوا لشراء مجموعة من الحيوانات لمزرعتهم وتذكرون كيف الحيوانات تكرر فيها أكثر من لونين وكونت فيها نمط لوني طيب اليوم بنشوف أيضا قصة أخرى لولد اسمه زيد لولد اسمه زيد خلونا نشوف زيد إيش عنده؟ لدى زيد مكعبات حمراء وخضراء إذن هذه المكعبات لونها أحمر وخضر طيب خلونا نشوف شو سوى زيد بهذا المكعبات قام زيد بترتيب هذه المكعبات لاحظوا ترتيبها بدأ بالأحمر ثم أخضر أحمر أخضر أحمر أخضر إذن عند زيد كم لون؟ لونين هذا لون وهذا لون لكن بعدها تكرر نفس اللونين الأحمر والأخضر مرة أخرى هنا أحمر وهنا أخضر هنا أحمر وهنا أخضر إذن هو الآن ماذا فعل؟ تتوقعون كون ماذا؟ كون نمط لوني ليه؟ ليه؟ لأن الألوان ماذا؟ تكررت أحمر هنا وأحمر هنا وأحمر هنا أخضر هنا نفس الشيء وأخضر هنا وأخضر هنا إذن اللون أو اللونين تكررت بشكل منتظم سواء كانت لونين أو أكثر بس عند الحين زيد لونين اللي هي الأحمر والأخضر وكررها بشكل منتظم إذن هذه المكعبات كون بها ماذا؟ نمط لوني أحسنتم نمط لوني طيب إذن هل نستطيع تكوين نمط لوني من السيارات من لونين؟ أنتم تتوقعون يصلح نكون نمط من السيارات من لونين؟ أنا اخترت أحمر وأصفر هل بإمكاننا؟ نعم ليه؟ لأن عندي لونين أهم شيء أن هاللونين تتكرر بشكل منتظم خلونا نشوفها الحين سيارة حمراء بعدها أصفر ثم أحمر ثم أصفر إذن تكرر اللونين هنا عندي أحمر وهنا عندي أحمر هنا عندي أصفر وهنا عندي أصفر إذن تكرر اللونين بشكل منتظم بهذا أكون كونت نمط لوني نمط لوني نكرر خلفها المعلمة نمط لوني أحسنتم هذا النمط مكون من لونين واحد الأحمر والثاني الأصفر طيب هل نستطيع تكوين نمط لوني من أكثر من لونين؟ نعم نستطيع وسنرى في الشريحة القادمة لكن قبل أن أنتقل للشريحة القادمة سأريكم هذه الكرة الآن الموجودة على الطاولة لحظوا الكرة هذه الآن فيها لونين اللي هو ماذا؟ أصفر وأزرق ثم أصفر أزرق أصفر أزرق وهكذا إذن هذه الكرة تتوقعون هل هي نمط لوني أو لا؟ ها؟ نعم صحيح نمط لوني لماذا؟ لأن عند اللونين تكررت بشكل منتظم اللي هي الأصفر والأزرق إذن هنا نمط أيضا لوني نمط لوني مكون من اللون الأزرق والأصفر إذن هذه الكرة تمثل نمط لوني تمثل نمط لوني طيب الآن بنشوف صورة السيارات مكونة من ثلاثة ألوان هل نستطيع أن نكون نمط لوني؟ نعم نستطيع تو عندي سيارات من لونين الحين عندي سيارات من ثلاثة ألوان أحمر أصفر أخضر كيف بنكررها؟ الآن نشوف ستظهر لنا في البداية السيارة الحمراء ثم الصفراء ثم الخضراء عشان أكرر وأمثل نفس النمط هل سأضع هنا السيارة الخضراء؟ لا سأبدأ من جديد بترتيب نفس النمط إذن أنا بديت بالأحمر سأعود مرة أخرى وأضع سيارة لونها أحمر بعد الأحمر أنا وضعت أي سيارة؟ وش لونها هذه السيارة؟ أصفر إذن سأعود مرة أخرى وأضع سيارة سفراء حتى أمثل نفس النمط طيب بعد الأصفر وضعت أي لون من السيارات؟ أحسنتم أخضر إذن سأضع هنا أي سيارة لونها أخضر إذن هنا وش سويت؟ أحسنتم مثلت نمط لوني من ثلاثة ألوان أحمر أصفر أخضر هنا سيارة حمراء ثم سيارة سفراء ثم سيارة خضراء وعدت مرة أخرى لترتيب نفس النمط أحمر أصفر أخضر إذن هذا مكوّ من ثلاثة ألوان الشريحة السابقة كوّنا نمط لوني من السيارات من لونين هذه ثلاثة ألوان طيب خلونا نشوف هذه الصورة هل تمثل الصورة التي أمامك نمط لوني؟ هل تمثل الصورة التي أمامك نمط لوني؟ لاحظوا ألوان السيارات أحمر ثم سيارة لونها أصفر ثم سيارة لونها أسود ثم سيارة لونها أخضر هل تكررت الألوان بشكل منتظم؟ هل تمثل هذه الصورة نمط لوني؟ نفكر قليلا بإمكانك عزيزي ولي الأم أن تقوم بإيقاف المقطع ومناقشة ابنك وأبنتك في الصورة ثم العودة مرة أخرى عدنا لكم الآن في هذه الصورة سألنا هل تمثل الصورة التي أمامك نمط لوني؟ ولاحظوا السيارات سيارة تبدأ بلون أحمر ثم أصفر ثم أسود ثم أخضر طبعا لا لا تمثل نمط لوني لماذا؟ لماذا لا تمثل نمط لوني؟ هل اللون الأحمر تكرر هنا؟ لا طيب اللون الأصفر هل تكرر؟ أيضا لا اللون الأسود هل تكرر بشكل منتظم؟ أيضا لا وحتى الأخضر لم يتكرر إذن كلها ألوان مختلفة لم تتكرر بشكل منتظم إذن هذا لا يعتبر نمط لوني النمط اللوني لابد أن يتكرر اللون بشكل منتظم وهذه الصور لسيارات مختلفة الألوان إذن لا تمثل نمط لوني أحسنتم طيب الآن شوفوا أنا رتبت السيارات بلونين اللي هو الأحمر وأصفر وأحمر وأصفر ستظهر الآن في الشريحة صورتين مختلفة لأنماط مختلفة نبغى نشوف النمط الصحيح منها وتذكروا دائما النمط لابد أن يتكرر اللون وشوفوا السيارة الثانية بسميها هذه الصورة رقم واحد وهذه الصورة رقم اثنين يلا شوفوا الصورة رقم واحد هل تمثل النمط اللي أنا رتبته فوق لاحظوا هنا أصفر وأنا وضعت أحمر هنا أحمر وهنا أصفر هنا أحمر 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 أصفر هل هو متماثل مع النمط الذي وضعته؟ ها شرعيكم؟ لا غير متماثل مع النمط الذي وضعته طيب خلونا نشوف الصورة رقم اثنين لاحظوا أحمر ثم أحمر أصفر ثم أصفر أحمر أحمر أصفر أصفر إذن هذا هو النمط الصحيح في الصورة رقم اثنين المماثل للنمط الذي وضعته فوق اللي هو السيارات الحمراء واضح؟ طيب نشوف صورة أيضا مختلفة لتمثيل النمط هالمرة عندي أربع ألوان لاحظوا لون أزرق أخضر أحمر أصفر ثم رجعت من جديد لنفس الترتيب الألوان أنا بديت أزرق إذن سأعود مرة أخرى وأضع أزرق أخضر وضعت أخضر أحمر وضعت أحمر أصفر أصفر وأرجع من جديد لنفس الترتيب ما أغير عشان أكون نمط لوني فيه الألوان متكررة بشكل منطبع أزرق أخضر أحمر أصفر مرة أخرى أزرق أخضر أحمر أصفر طيب أنا عشان أمثل نفس النمط وش رح أحط من ألوان؟ رح أكرر نفس الألوان الأخضر والأحمر والأصفر عشان تكون متطابقة أزرق أزرق أخضر أخضر أحمر أحمر أصفر أصفر وأرجع من جديد وأكرر نفس الألوان في كل الألوان التي أضعها ليه؟ عشان تكون متطابقة مع الشكل اللي موجود فوق هذا شوفوا لاحظوا أزرق أزرق أخضر أخضر أحمر أحمر أصفر أصفر وارجع من جديد نفس الترتيب أزرق أزرق أخضر أخضر أحمر أحمر أصفر أصفر وهكذا مع بقية الألوان إذن هذا نفس تمثيل النمط نفسه مطابق ما غيرت في ترتيب الألوان ولا أشكال الألوان طيب؟ طيب نشوف الوسائل الممكن نستخدمها مع الطالب والطالبة في المنزل من خلال أربعة ألوان أو لونين أو ثلاثة أنا هالمرة باستخدم الأربعة ألوان عن طريق استخدام المكعبات طبعا لا يخلو أي بيت من وجود المكعبات في المنزل سأرتبها بناء على الألوان يلا خلونا نحط أولا أخضر أحمر أصفر بنفس جي يلا خلونا نحط بنفس جي طيب إش رايكم الآن؟ نعيد نفس النمط نعيد نفس النمط يلا بما أني بدأت بالأخضر سأضع هنا أي لون أرجع أكرر نفس الألوان ونفس الترتيب أحسنتم سأضع اللون الأخضر بعده أي لون؟ بعد الأخضر هذا أحسنتم برتقالي ثم أصفر ثم بنفس جي إذن أنا رجعت رتبت نفس الألوان بنفس التنظيم والتكرار أخضر أخضر برتقالي برتقالي أصفر أصفر بنفس جي بنفس جي إذن هنا أنا مثلت نفس النمط اللوني اللي هو مكون من أربع ألوان أو أقل أو أكثر المهم أنها الألوان تتكرر بشكل منتظم ومتكرر سأتوقف عند هذه الوسيلة التي يمكن أن نستخدمها مع أبنائنا في المنزل لتعميم مهارة النمط اللوني أراكم في الحصة القادمة كانت معكم المعلمة أمل تمامي مع السلامة